رح معك لدور الأبطال وانت كان لك سوالات وجولات مع الأهل في دور الأبطال و2008 انا فاكرها من السنين اللي ما تتنسيش فجأة ما فيش حارس مرمى في النادي الأهل الحضر يهارب رحل سويسرا أمير إجهز عندنا بطولة إفريقيا ووصلنا فاينال مع القطن ومع أدراكة بأجواء جروة وكسب الأهل دور الأبطال بوجود حارس حط قواعد جيدة جداً مع النادي الأهل في 2008 فاكر أنت موطشات دور الأبطال وقوتها ومنافساتها طبعا يعني موطشات عظيمة وموطشات حلوة خصوصاً أن أنا كنت مع النادي الأهلي أنا واخد أربعة أفريقي مع النادي الأهلي وفخر لي أن أنا أخدت أربعة بطولات واخد أربعة عشرين بطولة أو خمس عشرين بطولة مع النادي الأهلي فدي حاجة كويسة كنت ساعتها طبعاً فيه جولات ونسافر وهو لآخره لكن الفترة أنا لعبت فيها دي كانت فترة صعبة جداً بتتكلم في الحلس الأساسي بتاعك اللي هو من أهم الناس في التيم مش موجود في يوم وليلة بتتكلم في زي ما أنت قلت أنت كنت مع أنا محمد في جروة القطن الكاميروني كانتش بيخصى على أرضه أنيم بأ ما كانتش بيخصى على أرضه بتتكلم في موطشات صعبة جداً والأهم من ده كله أن أنا كنت طبعاً أنت ما ينفعش تأيد حد في الأدوار الأولى حارس مرمى فكان منت يا رحمد عبدالمنع كانتش في حارس ثالث ما فيش ما ينفعش تأيد في الفترة الأولى تاني حاجة كنت ساعتها عندي إصابة في المزق في الخلفية ده السوبر الأفريقي ده السوبر أه ضد صفاكسي كسبناتين واحد في لافيو أعتقد وهو الجمع أو في لافيو الاتنين ده بعد السوبر بعد مطش القطن الكاميروني شهر شهرين حاجة فلعبت وأنا مصاب كان عندي مزق في الخلفية ومستمرون الجزء ساعتها ريحني قال لي ارتاح خالص كنا ساعت عندنا دينة مزهراري في زنبابوي وكان بلاتين مسترز جنوب أفريقيا وانت عارب بقى بتتمزق تروح مسافر 8 ساعات وفي الطيارة وانت أساسا مصاب بقى دينة صعبة جدا طبعا عشان خطر النادي الأهلي وانت برضو مسؤولية كبيرة وانك انت اشرف ليك انك انت بتمثل النادي الأهلي طبعا واندال النادي الأهلي تعودت عليه من وانا صغير من عندي 8-9 سنين انك انت تضحي حتى يعني دائما كان مصابة جزء قلت لك سيب جلدك في الملعب ما تطلعش ملعب وفيه دم اللي هو ما يقفش صح فده تعودنا عليه في النادي الأهلي من وانا صغير فبالتالي انت ضحيت بشكل كبير جدا وجيت على نام سواء لأخرو لعبنا بطولة صعبة الحمد لله لعبها بصراحة كانت قد بشكل كويس جدا جمهور عظيم كان معنا في كل الحالات كلها طبعا جمهور النادي الأهلي جامد قوي سعيد انك انت بيشجعك دي حاجة كبيرة جدا وانك تفرحوا الجمهور ده ما يكون فرحان في الاستاد يعني أنا بص قمة السعادة واحنا مثلا جايين من كاسو عامل أن ديها تالت العالم أول مرة أو ماتش القطن الكاميروني احنا مبسوطين وعملين نقول ننتبع هل الجمهور فرحان هل الجمهور هيستقبلنا فيه يعني دي حاجة جدا مستني رد فعل الجمهور بالضبط فبالتالي كانت ماتشات صعبة لكن الحمد لله اللعبة كانت رجالة وعلى قلب واحد زي ما بيقوله جاهز فني مستوى الموال الجزية وجاهز فني كان أعلى على مستوى كابتن أحمد ناجي كابتن حسين بدر كل الناس اللي موجودة كابتن أسامة عربي كابتن مختار كابتن علاء ميهوب فمش عايزة نسى حد فكانت بطولة صعبة جيل كان ممتاز جيل نجوم كبيرة جدا برا ملعب جوا الملعب